وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية لاستعراض مشروع موازنة العام المالية المقبل وجه الرئيس السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة النمو الاقتصادي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2024-2025 حيث عرض وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستند على تحقيق معدل نمو قدره 4% من النتيجة المحلية الإجمالية كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 3.5% وخفض العجز الكلية على المدى المتوسط إلى 6% من النتيجة المحلية الإجمالية إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو 36% لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه ونمو المصرفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة 29% لتصل إلى 3.9 تريليون جنيه وتخصيص 575 مليار جنيه للأجور و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها 144 مليار للسلع التموينية و154 مليار لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعر البترول عالمياً وأثر تغيير سعر الصرف وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للمالية العامة للدولة إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لتكافل وكرامة وإضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة 30% باعتبارهما أولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءاً من موازنة العام المالي 2024-2025 أشار الوزير إلى أنه سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفقاً لقراءة موضوعية تعكس كامل إرادات ومصرفات الدولة وهيئاتها العامة موضحاً أنه سيتم عرض موازنة الحكومة العامة في العام المالي 2024-2025 وتشمل الموازنات العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية كمرحلة أولى ليبلغ إجمالي إرادات موازنة الحكومة العامة أربعة تريليونات جنيها بينما يبلغ إجمالي مصرفتها أربعة وتسعة من عشر تريليون جنيها وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمتها ترجمة نانسي قنقر